اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوع اثار. زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنتكلم النهاردة عن المتاحف. وخصوصا متاحف الاثار البحرية والاثار الغرق. اولا عايزين اتفق ايه هي المتاحف. وهنا لو نتكلم على المتاحف انا مش بقصد متاحف الاثار بس. لكن كل انواع المتاحف. يعني متاحف الاثار. متاحف الفنون الجميلة. اه متاحف التاريخ الطبيعي. متاحف الالوم. متاحف الفضاء. متاحف اي حاجة بتعمل لها متحف يعني. الحقيقة ان فيه تعريف رسمي لمعنى كلمة متحف. تعريف اصدره المجلس الدولي للمتاحف في باريس اللي هو وتعريف كلمة متحف بتقول انه مؤسسة دائمة لا تهدف للربح. تعمل في خدمة المجتمع. وهو مفتوح لكل الجمهور. ويقوم المتحف بحيازة وحفظ وبحث وصيانة التراث الانساني المادي واللا مادي لاغراض التعليم والدراسة والاستمتاع بها. ده التعريف الرسمي لكلمة متحف. لو فصصنا التعريف ده حتة حتة وبصينا في كل جزء منه. هنلاقي ان اول حاجة هو ان المتحف مؤسسة دائمة. وده الفرق بين المتحف هو المعرض. يعني المعرض بيشتغل ويتقفل ويتنقل ويتغير وتشل منه حاجات وتحط في حاجات تانية ويسافر من بلد لبلد. لكن المتحف مؤسسة دائمة مكانها ثابت وموجودة باستمرار. تاني نقطة هو ان المتحف مؤسسة غير ربحية. لا تهدف للربح. يعني مش شركة. مش مؤسسة تجارية هدفها الاساسي تحقيق الارباح. عشان كده بنلاقي مسلا ان فيه متحف كتير في العالم الدخول لها ببلاش. زي المتحف بريطاني في لندن ومتحف في واشنطن. دول الدخول لهم من غير من غير تذكرة. لكن اغلب المتحف في العالم بيكون الدخول لها بتذاكر. زي المتحف اللوفر في بريس ومتحف في النيورك ومتحف مصر كلها وغيرها. وانما في كل الاحوال المتحف هدفه مش تحقيق الارباح. على على قد ما هو تغطية التكاليف بتاعة المتحف. يعني هو خاصيلة التذاكر دي مش المقصود منها ان يبقى فيها مش ربح كبير في المتحف. طبعا في متحف بتلعب دور اقتصادي مهم جدا في الدول زي مصر. زي في ايطاليا. زي في اليونان. دي المتحف بتلعب فيها دور مهم جدا في اقتصاد الدولة. ولكن تاني الهدف منها هو ليس تحقيق الارباح. بقدم ما هو تغطية تكلفة آآ تشغيل المتحف. تالت نقطة في تعريف المتحف هو ان المتحف بيعمل في خدمة المجتمع. وهو مفتوح لكل جمهور. ولا انا هنا واقفة في قصة آآ كل الجمهور دي. يعني الاصل في المتحف انه متاح لكل الناس. وكل الناس دي يعني كل الناس. يعني مش بس الاجانب. بالعكس اهل اي بلد هم اولى بمعرفة تاريخ البلد دي. ومعنى ان المتحف متاح للجميع يعني الكبير والصغير. والمتعلم وغير المتعلم. والمبصر والكفيف والاصم والمعاقب كل انواع الاعاقة. كل الفئات دي لازم توضع في الحسبان لما بنيجي نعمل ونجهز اي متحف. طب وظيفة المتحف ايه هي? شغلته ايه هي يعني? بشتغل ايه? وفقا للتعريف اللي تكلمنا عنه من شوية هلاقي ان وظيفة المتحف هي كزا حاجة. اول حاجة هي حيازة المعروضات. يعني الحصول على المعروضات. سواء كانت اثار او حفريات لكائنات حقيقة اه من زمان او اي اي نوع من المقتنيات يعني. بتحصل بتوصل للمتحف عن طريق حفائر اثارية. اه لوحات فنية بيشتريها المتحف من المتحف تاني او من مزاد. اه تبادل قطع اثارية ما بين المتحف وبعضها. كل دي طرق للحصول على المقتنيات في المتحف. الوظيفة التانية هي حفظ وصيانة وترميم هذه المقتنيات. يعني من مسئوليات المتحف الاساسية والاصيلة هي ترميم وصيانة المقتنيات بتاعته. يعني اي متحف محترم في الدنيا لازم يكون فيه وحدة ومركز صيانة وترميم محترم. وبيعمل فيه متخصصين على اعلى مستقل. الوظيفة اللي بعد كده للمتحف هي البحث العلمي. يعني من وظائف المتحف والناس اللي بيشتغلوا فيه هو البحث والدراسة في المقتنيات بتاعت المتحف. هنلاقي مسلا ان كتير متاحف العالم ومناء المتاحف ديه علماء علماء متخصصين. وهم المسئولين عن دراسة ونشر المقتنيات بتاعت المتاحف دي. طيب دي وظائف المتاحف اللي جبناها من تعريف المتحف. اخر حاجة هي اهداف المتحف. يعني المتحف بيعمل الوظائف بتاعته دي ليه? وفقا تاني لتعريف المتاحف الاهداف دي هي تلات حاجات. التعليم والدراسة والاستمتاع. يعني اول هدف من اهداف المتحف هو التعليم. بمعنى ان المتحف مؤسسة تعليمية بالدرجة الاولى. طب الفرق بينه وبن المؤسسة التعليمية التقليدية بتاعتنا اللي هي المدارس والجامعات والحاجات دي ايه? الفرق هو ان المتاحف هي مؤسسات تعليمية للجميع. لكل الناس. لكل الاعمار ولكل الفئات. يعني المدارس والجامعات لها نظام معين وسن معين ومتطلبات معينة ومناهج معينة. ما نفعش تخش الجامعة لما يكون خلص مدرسة. مسلا يعني. لكن عشان تتعلم في المتحف مش لازم تكون اي حاجة قبل كده. مش لازم تكون متعلم اي حاجة قبل كده. والمتحف مطالب انه يعلمك. ويفهمك. وفوق كده تطلع مبسوط. تطلع مستمتع. يعني من اهم مؤشرات نجاح اي مدحف هو ان اللي يخش المدحف يتعلم ويتبسط. لو دخلت المدحف وبعد عشر دقائق لقيت نفسك زهقت. وتبص في الساعة وعايز تنام وعايز تروح. ده معناه ان المدحف فشل تماما في تنفيذ مهمته. عشان كده الحقيقة بنقول ان الموضوع المتحف ده موضوع كبير ومركب ومليان تفاصيل. اكبر كتير من مجرد ان احنا بنروح نزور حاجات اماكن نقعد فيها شواء ونمشي. يعني موضوع فيه تفاصيل اكتر من كده. وليه قيمة واهمية اه علمية اكتر من كده. اي عرض متحفي مسلا لازم يكون له حكاية. لازم يحكي حدوتة. اللي بنسميها بتاعت المتحف او السيناريو بتاع المتحف. لازم يكون العرض المتحفي مبني على فكرة. يعني خط واضح ماشي عليه المعروضات. الحاجات دي محطوطة هنا ليه? والقطع دي والقطع اللي جنبها ايه علاقة اللي بينهم? طب احنا كده عرفنا المتحف وشغلته واهدافه. نشوف بقى قصة متحف الاثار البحرية والاثار الغريقة. مبدئيا محتاجين نلاحظ الفرق بين الاتنين. بين المتحف البحرية ومتحف الاثار الغريقة. اولا المتحف البحرية. زي المتحف البحر القومي في بريطانيا في جرينيتش. المتحف البحري الوطني في بريس في فرنسا. المتحف القومي في هولندا البحري. المتحف البحري القومي في الدنمارك. دي عشرات المتحف البحرية في الدول المختلفة. وكلها متخصصة في عرض الاثار البحرية. اللي هي ايه? اللي هي اي اي اثار مرتبطة بقلقة الانسان والبحر. او المحيطات او البحيرات او الانهار او اي مسطحات ما ايه? زي السفن والقوارب في العصور المختلفة دي من اهم الاثار البحرية. الأدوات الملاحية والأدوات الحربية اللي كانت مستخدمة على المراكب دي من أهم الأثار البحرية أي حاجة مرتبطة بحياة البخارة اللي كانوا على المراكب نفسها المواني بأشكالها المختلف دي كلها أثار بحرية الفنرات والمراسي والأنكرز الهلب بتاع المركب بكل أشكاله وكل عصوره مختلفة كل دي أثار بحرية وتتعرض فيه المتاحف البحرية حول العالم طب إيه بقى متاحف الأثار الغارقة؟ الحقيقة الموضوع ده معقد شوية ليه؟ لأن ما ينفعش يكون فيه متحف متخصص في عرض حاجات كل يربطها ببعض إنها طلعت من تحت الميا يعني ما ينفعش يكون الخط أو الثيم أو الموضوع الأساسي في المتحف هو عرض الأثار اللي كانت في المياه وطلعت ليه؟ لأه لأن ببساطة الأثار اللي غير أنا أو اللي كانت في المياه وطلعت دي ممكن تكون أي حاجة مش متجنسة يعني ممكن نلاقي تحت المياه مراكم ومباني وتمثيل وطيرات ومدافع ودبابات وأي حاجة وبالتالي مش ممكن أبدا كل الحاجات دي تجمع في متحف موضوعه إنه بيعرض كل اللي كان تحت المياه وطلع ومبال إيه متحف الأثار الغريقة اللي في العالم دي تعرض إيه؟ متحف الأثار الغريقة زي متحف الأثار الغريقة مثلا في السويد متحف الفاسا متحف الميريروز في انجلترا متحف بودروم في تركيا متحف روسجلدة في الدنمارك متحف كارتحينة في أسبانيا كل دي متحف متخصصة في موضوع الآثار الغريقة بتعرض إيه المتحف دي؟ بتعرض الآثار الغريقة المرتبطة موضوعيا بالبحر بمعنى آخر الآثار البحرية اللي كانت مكتشفة تحت المياه وتم انتشالها يعني مثلا خطام السفن الآثاري الغريقة اللي تم انتشالها من تحت المياه وترميمهم معالجتها بتتعرض في متحف الآثار الغريقة حكاية السفن دي ايه؟ يعني مش مجرد عرض القطعة وخلاص لكن قصة السفينة ايه؟ غرقت ليه؟ وازاي؟ وفين وامتى؟ ارتباط السفينة بالتجارة أو بالحرب كان بتنقل ايه؟ ومنين لفين؟ حياة الناس اللي كانوا عليها كانوا عاشين ازاي؟ ومتعلقاتهم بالشخصية اللي غرقت معاهم واللي تم انتشالها وترميمها كل ده بيتعرض في متحف الآثار الغريقة تطور صناعة السفن المنشآت اللي كانت قائمة على السواحل وغرقت زي المنارات او الفنارات يعني والمواني المختلفة اللي غرقت تحت المياه نتيجة الزلاسل او اي حاجة تانية كل دي موضوعات مرتبطة موضوعيا بالبحر لكنها كانت غريقة تحت المياه السابق او الاخر طب فاكرين في الحلقة اللي فاتت لما قلنا ان الاساس في التعامل مع الآثار اللي تحت المياه هو انها تفضل تحت المياه؟ يعني فيه اثار غريقة كتير لسه تحت المياه والمفروض تفضل تحت المياه والمتاحف دي هتعرض ايه؟ اذا كانت الاثار الغريقة احنا عايزينها تفضل تحت المياه المتاحف الاثار الغريقة دي هتعرض ايه؟ الحقيقة ان فيه اساليق كتير جدا في عرض الاثار الغريقة في مكانها وهي تحت المياه يعني كاميرات التصوير اللي هي الدوائر التلفزيونية المغلقة كاميرات اللي بتتثبت وتصور زي كاميرات المراقبة كده في مشروعات كتير في العالم لتثبيت عدد من الكاميرات دي في مواقع اثرية غارقة تقدر تنقل صورة حية للموقع ده للمتحف مش بس المتحف للنت وانت قعد في البيت تتفرج عليه يعني في ايطاليا عاملوا مشروع مهم جدا في سقلية في جنوب ايطاليا توزيع عدد من الكاميرات دي على مناطق اثرية مختلفة وانت قعد في البيت تفتح النت وتتخش على الكاميرا تتفرج على الموقع من زاوية الكاميرا دي دي وسيلة كمان في تقنيات الواقع الافتراضي تصوير ثلاثي الابعاد كل دي اليات ممكن تورينا تفاصيل الاثار الغارقة تحت المية حتى لو نزلنا شخصية ما نشوفش التفاصيل دي فمثلا من كامسة انا كده كان فيه مشروع خاص بتصوير واحدة من اهم السفن الغارقة في مصر بتقنية الواقع الافتراضي مركب حربي انجليزي غرقانا في الحرب العالمية التانية اسمناها التس الجور المركب دي غرقانا جانب الرأس محمد كده حطام المركب دي اصبح من اهم المواقع اللي بيتغطس عليها في البحر الاحمر كله عشرات الالاف من الغواصين بيهوا كل سنة عشان ينزلوا يشوفوا المركب دي تحت المية طبقية الناس اللي مش بتختص تتفرج عليها ازاي يعني ايه الوسيلة ان انا اقدر اشرح قصة حياة المركب دي للناس اللي مش بتختص عشان كده اتعمل المشروع ده وبقى من الممكن دلوقتي تدخل على النت على الموقع بتاع المشروع ده وتتفرج على المركب من برا من جوه وتتفسح تحت المية وانت قاعد في البيت بتقنية الواقع الافتراضي دي كلها افكار وادوات وسائل بتستخدم في متاحف الاثار الغارقة في العالم لعرض الاثار وهي تحت المية بالاضافة الى طبعا عرض الاثار الغارقة اللي تم انتشالها كل متحف من المتاحف دي بيحكي قصة الاثار الغارقة اللي بيعرضها الحقيقة ان المتاحف سواء متاحف الاثار البحرية او متاحف الاثار الغارقة في نهاية الامر هي بتبين قد ايه البحر كان مهم في حياة البشر. العلاقة ما بين البحر والبنى قدمية. سواء من من منطلق الاثار البحرية او من منطلق الاثار اللي غرقت تحت الماء. طبعا اه يعني اغلب الناس مش عارف انا قاعد فين يعني مش فافين ايه الكراسي الحمر اللي وراي دي. اه الحقيقة ان انا قاعد في قاعة الواقع الافتراضي الخاصة بجامعة اسكندرية بكلية الاداب. اه القاعة دي اتعملت اه من اه كزا سنة. اه علشان تساعد الطلبة ان هما يشوفوا المواقع الاثارية من غير ما يروحوها. سواء تحت الماء او مش من تحت الماء. يعني صعب او ان انا اخد مسلا خمسمائة طالب واتديهم اي منطق اثارية هيبقى في صعوبة في ان هما يتفرجوا ويفهموا ويستوعبوا وتشرح لهم الكلام. لكن اقدر ادخلهم القاعة هنا على اه مجموعات وبنعمل تصوير اه 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 تلتمائة وستين درجة تصوير بالواقع الافتراضي للمواقع الاثارية. سواء على الارض او تحت الماء. يعني دلوقتي الطلبة ممكن تيجي يلقى دي بتاخد ستين طالب. ممكن الطلبة يجو يلبسوا النظرات بتاعة الثري دي ازاي بتاعة السينما. ويقدر يتفرجوا على الموقع الاسري على الشاشة بتاعة القاعة. سواء الموقع ده كان متصور تحت الماء احنا مصورينه بكاميرات اه بطريقة او معموله او مسح بالليزر فوق الارض ويقدر يشوفوه بتفاصيله كتيرة يعني. الطريقة التانية كمان اللي بتستخدم في قصة اللي واقع الافتراضي هي النظرات الخاصة بالتلتمية وستين او بالواقع الافتراضي. النظرات دي بيبقى فيها زاكرة زي زي كمبيوتر وبنزل عليها الفيلم اللي متصور تلتمية وستين درجة تحت الماء مسلا وبالتالي اي حد ممكن يلبس النظارة ويتفرج على الفيلم اللي متصور تحت الماء الموقع اثري تلتمية وستين درجة يعني تتلاقي الموقع تتلاقي فوق سطح البحر وتلاقي تحت القاع بالطريقة دي. كل دي تقنيات الحقيقة بقت شائعة ومش غالية ومتاحة في كل حتة ممكن تتوظف بكفاءة عالية جدا في المتاحف سواء في المتاحف الاصار البحرية او في المتاحف بشكل عام. وفي الفيديو ده احنا نحط لكم اللينك او الير ايل بتاع موقع تسل جورب تقدروا تخشوا وتفرجوا على الماركب تحت الماء وفيديوهات احنا عملينها عن المواقع الاصارية اللي تحت الماء. اتمنى ان مصر يكون فيها اه قريب جدا متحف للاصار الغريقة لان احنا لحقيقة اقدر الناس من يكون عندنا متحف بالشكل دي. اعوضوا العافية. اشتركوا في القناة